شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله سباق الأنجال لبطولة العيد الوطني للقدرة الذي يقيم في قرية البحرين الدولية للقدرة بمتابعة اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس الأعلى للشباب ورياضة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وتابع جلالة الملك المفدى حفظه الله سباق 20 كم المخصص للأنجال بمشاركة أنجال سموه الكرام سمو الشيخ شيمة بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة إضافة إلى 27 فارسا وفارسة من الصبلات المحلية وقد شاد جلالته حفظه الله بالجهود البارزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في سبيل تطوير رياضة سباقات القدرة والوصول بها إلى أفضل المستويات والارتقاء بهذه الرياضة العربية والمحافظة على موروثنا الأصيلة مؤكدا جلالته بأن خطط الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتنظيم سباق الأنجال والمشاركة الواسعة الذي شهدها السباق من صغار السن يساهم في زرع ثقافة هذه الرياضة لدى الأنجال والمحافظة عليها وتأهيلهم بشكل مميز للمستقبل كذلك أشاد جلالته حفظه الله بجهود رئيس وأعضاء الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تنظيم سباقات القدرة المتواصلة وتهيئة الإمكانيات أمام الفرسان وتطوير هذه الرياضة التراثية العريقة التي لها مكانة خاصة في مملكة البحرين وانعكست على المشاركات الخارجية عبر تحقيق العديد من الإنجازات وقد هنى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الملك المفدى جميع الفرسان الفائزين في هذا السباق الذي شهد منافسة قوية لما حققوه من مستويات ونتائج طيبة أهلتهم لهذا الفوز مشيدا بأبناء وابنات البحرين الذين يشاركون في مثل هذه المسابقات التي تحافظ على رياضة الفروسية في البحرين ومتمنيا جلالته التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في سباق بطولة العيد الوطني المجيد لمسافة 120 كم هذا هو توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كافة المشاركين في فئة الأنجال حرصا من سموه على تقديم الدعم لهم حيث بدأ بالتتويج سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد وسمو الشيخ هشيم بن ناصر بن حمد وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد وبعدها تم تتويج كافة المشاركين والذين بلغ عددهم 30 مشاركا المترجم للقناة طيال عمر أعتقد الرسالة كانت واضحة اليوم الأنجال يقودون فرصان المستقبل نعم هذه مسؤولية لنا أن نحن نربيها لجيال ونعد الصفوف التي تشيل هذه الأمانة التي نحن متحملين بها ومتحملين بهبهاتنا واجدادنا وسلافنا كلهم فمخالط الناس ومنافسة التي في أعمارهم يتعودون عليها الأكبر المنافسة والربح والخسارة هذه واجب في كل المراحل فاليوم بينولي الأعيال ما شاء الله روح تنافسية عظيمة أصعب شيء كان عندي أني أنا سيطر عليهم أنه لا يشردون على النهاية ولكن ما شاء الله عليهم هم مبعيالي أتكلم أتكلم عن عيالي الباقيين هذولا كلهم اللي الحقيقة ما قصروا واشكر ربهاتهم ومهاتهم اللي عدوهم وربوهم حسن التربية طيال عمر عقب بعد التدريبات والمراكز اللي حققوا هالأعيال هل مطمئنة الآن إلى مستقبل القدرة في ظل وجود أنجالكم وأنجال العوائل مطمئنة على مستقبل البحرين بذن الله مطمئنة على مستقبل البحرين بذن الله